موسيقى موجز الأخبار من الرأي أهلا بكم تلقى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اتصال هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون هنأ خلاله الوزير الأمريكي أمير البلاد بمناسبة شهر رمضان المبارك كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين فيما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في المنطقة من جهة أخرى دعا تيلرسون في تصريح له للتهدئة وخفض التصعيد وإيجاد حل سياسي بشأن الأزمة في قطر مؤكدا دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود الوساطة التي يقوم بها أمير البلاد وأضاف أن الولايات المتحدة تؤكد مجددا التزامها بروح القمة التي عقدت الشهر الماضي في الرياضة مطالبا بعدم تصعيد الموقف في المنطقة وكان الرئيس الأمريكي دولند ترام قد عقد لقاء مع وزير خارجيته ريكس تيلرسون وأبحث معه التطورات الأخيرة في منطقة الخليج وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن ترامبا عرض خلال اللقاء على وزير خارجيته القيام بجهود الوساطة في تسوية الخلاف في المنطقة لكن المتحدثة الأمريكية قالت أيضا أن ترامبا رغم ذلك يفضل أن تتوصل دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسوية فيما بينها مؤكدة أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة لتسوية الخلاف وفي وقت لاحق قال ترامب أن الجميع في قمة الرياض اتفقوا على وقف دعم الإرهاب مضيفا أنه لا يمكن لأي بلد متحضر أن يقبل بالعنف وبداية نهاية الإرهاب تكمن في وقف تمويله معربا عن أمله بأن تشكل قمة الرياض بداية نهاية الإرهاب إلى ذلك اتفقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على تصنيف 59 فردا و 12 كيانا ضمن قوائم الإرهاب المحضورة لديها بينهم ثلاثة كويتيين ودعي يوسف القرضاوي وعشرات الأفراد من جنسيات قطرية ومصرية وأردنية وعربية أخرى كذلك تضمنت القائمة مركز قطر للعمل التطوعي ومؤسسة قطر الخيرية ومؤسسة الشيخ عيد الثاني الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني من عبدالله للخدمات الإنسانية وكيانات ومؤسسات أخرى وأتبر البيان أن ذلك التصنيف جاء في ضوء التزام الدول الأربع بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه برعاية نائب رئيسي مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح اختتمت منافسات دورة الشركة الكويتية للاستثمار الرمضانية الثالثة لبراعم كرة القدم للصلاة وذلك على صالة نادي الكويت وتحرص الكويتية للاستثمار على دعم وتنظيم مثل هذه الأنشطة انطلاقا من مسؤولياتها تجاه المجتمع لقد جاء اهتمام الشركة الكويتية للاستثمار بتنظيم دورة الفراعم في ضوء حرصها على تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية التي تمتد لأكثر من خمسة وخمسين عاما تحفل خلالها بسجل من مبادرات ومساهمات في شتى المجالات الاجتماعية لا سيما تركزنا على دعم الشباب مختلف في آتهم العمرية ابتداء من النش إلى التعليم الجامعي بهدف استغلال طاقتهم لاستغلال الأمثل أزدل الستار على نسخة الأولى لبطولة النائب السابق أحمد شحوم الرمضانية لكرة القدم والتي تهدف إلى إفساح المجال لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك تمكن فريق مشار العازم من حسم لقب البطولة بفوزه في المباراة النهائية بلا شك أنه في أول بطولة دائما تكون عندك ملاحظات بلا شك أنه كل عمل إنساني قابل أن يكون في عليه ملاحظات لكن بشكل عام أنت شايف يحنا يمكن جمعنا يوميا ما بين 300 إلى 400 من جمهور منطقة سلوي وهذا بحد ذاته بالنسبة لي كان نجاح أيضا اليوم أنت شايفت أغلب عيان المنطقة وعيان الدائرة بشكل عام حضروا معي وشرفوني بالليلة المباركة هذه بالحمد لله من الرياضة رسالة جميلة جدا أن تقدمها في كل وقت خصوصا في شهر رمضان المبارك شهر التراحم والتعالف والتراحم سبحان الله الحمد لله على كل ما حصل لأنه فعلا نحن سعيدين في نجاح البطولة أقامت شركة زين الكويت حفل القرقعان السنوي الذي تنظمه للأطفال من مرضى السرطان وعائلاتهم بالتعاون مع نادي الأمل وذلك في الجمعية التقافية الاجتماعية النسائية تحرص زين على هذا النشاط السنوي في محاولة منها لإدخال الفرح والسرور على نفوس الأطفال المرضى والله الحمد هذه المناسبة اللي نحن دائما حاسين نكون متواجدين فيها كل سنة في شهر رمضان المبارك وهي حفل نادي الأمل للقرقعان هذا الحفل لأطفال لأمراض السرطان وأعتقد أن هذا دورنا اليوم واجبنا نحن الاجتماعي نكون متواجدين مع هؤلاء الأطفال اللي نقول لهم أمل في الحياة وأعتقد أن هذا هو واجب علينا باتت لأبت الكوتبو ستة أحد أوجه النشاطات الترفيهية والاجتماعية التي اعتاد مرتاد الدوانيات على ممارستها وهو ما دفع بمجموعة من الشباب إلى تنظيم دورة رمضانية لتلك اللعبة تقرير خالد الفارس الكوتبو ستة من أكثر الألعاب شعبية في المجتمع الكويتي بسبب قوانين اللعب السهلة فهي تتكون من فريقين كل فريق مؤلف من ثلاثة لاعبين طرأت عليها تطورات حتى تحولت إلى لعبة تنافسية تجمع بين رواد الديوانيات في الكويت القانون اللعبة الكوتبو ستة هم طبعا فريقين كل فريق عبارة عن ثلاث لاعبين الجيكر هو أقوى أورقة في اللعبة الميكر يليه خال الحكم هو رقم واحد ومن ثم الميكر هذا طبعا الأقوى شيء طبعا إذا كان الحكم إذا كان الطالب حاكم طلب حكم الحاس فيكون أقوى الأوراق هي الحاس ما في التأشير ما في تكحيل الورق عرفت وطبعا في حكام على كل طاولة يتابع هذه الأمور عدم حدوث أي صوت بالورقة هذه تعتبر تأشيرة وممنوع الحركات الغير اعتيادية مثل الرمزة وحك الرأس هذه طبعا ممنوعة وطبعا طلب الأحكام تصير بطريقة معينة تعتمد الكوتبو ستة على فهم اللاعب لأفكار اللاعبين من الفريق الذي ينتمي إليه ومحاولة تخمين ما هو ورقهم كي يتمكن من مساعدتهم على الفوز فهي لعبة تعتمد على النشاط الذهني طبعا إحنا دوافعها اللي هي تواصل المجتمع الكويتي مع بعض اللي يعرف مجتمع الكويتي إحنا يعني مستحيل لو تطلع بره تشوف بالدواوين كلهم يعرفون بعضهم تواصلنا الاجتماعي في شهر الخير وإحنا بالشهر الخير مثل ما ذكرت يعني بدت بدت من أول شيء من دواوين صغيرة ولما كبرت ما شاء الله لي 32 فريق عبارة عن 96 شخص بالدورة يقدم القائمون على رعاية وتنظيم الدورة الرمضانية السنوية كوتبو ستة جوائز مادية وتذاكر سفر وكوبونات مشتريات للفائزين كنوع من الدعم والتشجيع لهم خالد الفارس الرأي انتهى الموجز في أمان الله